بوقت لا يزال يعاني فيه الشعب السوداني الشقيق من الكارثة الإنسانية التي حلت عليه باندلاع السراع العسكري وتكرر مصر تضامن مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الرهنة وستواصل جهدها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة إذ أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي فلم تألو مصر جهدا منذ اندلاع الأزمة في الوقوف إلى جوار السودان بكل إمكانياتها من خلال محاولة نزع فتيل الأزمة والحفاظ على أمن السودان الشقيق ووحدته واستقراره والتفاعل مع مختلف الأطراف السودانية الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين المؤثرين خاصة في إطار قمة دول جوار السودان الأكثر تأثرا بالأزمة وقد خلص هذا الجهد إلى بلورة خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والإنسانية للأزمة لا سيما فيما يتعلق بمجالات رعاية جرح الحرب المدنيين ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات التي تقدم المساعدة للفارين من الحرب في دول الجوار ودعم إنشاء مستودعات للأغراض الإنسانية في دول الجوار لضمان وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين داخل السودان وخارجي كما حرست مصر على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وفتحت أبوابها أمام النازحين السودانيين فاستقبلت حتى تاريخ اليوم 310 ألف سودانيا شقيقا وبذلت مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني المصري جهودا مدنية من أجل تقديم الدعم الإنساني والطبي والنفسي للوافدين وتلبية احتياجتهم وسوف تواصل مصر والوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة تجاه الوافدين من السودان وغيرهم ممن تستضيفهم على أراضيها سيدات والسادة لا ينبغي أن تتحمل دول الجوار وحدها وطأت تلك الأزمة فاستنفاذ موارد تلك الدول ومفاقمة الأعباء والضغوط التي يتعرض لها قطاع الخدمات العامة بها من شأنه أن يزيد من هشاشة المجتمعات المضيفة بها ويخلق تنافسا على الموارد وفرص كسب العيش على نحو قد يهدد التعايش السلمي ويدفع إلى حركات الهجرة غير الشرعية ولذا يظل تقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات الحل الأوحد لتخفيف الأعباء الواقع على كاهل تلك الدول وللتعامل مع أزمة النازحين بشكل فعال ومستدام لا سيما في ظل غياب أفاق واضحة للحل كما نتطلع لتلقي مزيدا من الدعم من مختلف الوكالات الأممية العاملة في نطاق الإنساني لمعاونتنا الاطلاع بهذه المسؤولية ونناشد على الضرورة تضافر الجهود الدولية باعتباره أمرا ملحا من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية فعلى الرغم من الإعلان خلال المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في يونيو الماضي عن تعهدات بلغت واحد ونصف مليار دولار لم يتم الوفاء سوى بنسبة ضئيلة منها ولم تتلقى الوكالات الأممية سوى 34 مليون دولار من أصل 126 مليون دولار تم تخصيصهم لمصر وذلك في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة استضافة ربع مليون سوداني بحوالي 450 مليون دولار سنويا غتاما أشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وحشد الدعم اللازم للتعامل مع الأزمة السودانية بمختلف أبعادها كما أجدد الاتزام مصر بمواصلة دعمها الثابت للسودان ومساعيها الحفيفة للتهدئة واستعادة الأمن والاستقرار وستواصل مصر جهودها لتعزيز التعاون بين دول الجوار والحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة لتوفير المزاعدات الإنسانية وتسهيل عبورها وتوزيعها وتعزيز سمود واستقرار المجتمعات المتضررة سعيا إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق والمجتمعات المضيفة في دول الجوار وشكرا